أطلب التسويت على هذا الناس أطلب التسويت على يوم 16 تمت الموافقة لم تكتف الطبقة السياسية في العراق بكل عنوين الفشل التي طبعت مسيرتها لأكثر من 20 عاما ولم تلتفت إلى حجم الدمار الذي جرته على العراق لتحاول مرة أخرى تسجيل انتصار وهمي غير مأمون العواقب بمحاولة جر البلاد إلى مربع الفتنة التي طالما اعتاشت عليها كما كان متوقعا أقدم البرلمان الحالي الذي تهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي الموالي لإيران على إقرار مناسبة ما يعرف بيوم الغدير عطلة رسمية في العراق إثر دعوة أطلقها مقتدى الصدر الشهر الماضي زعامات الميليشيات حاولت أن تظهر الأمر وكأنه إنجاز عظيم متعمدة مخاطبة الشعب العراقي وفق تصنيفات تخدم أجندتها بل ذهب مقتدى الصدر إلى أبعد من ذلك بالدعوة لاقتحام المساجد ورفع ما سماه الشهادات الثلاثة وفي محاولة لإعادة سيناريو 2006 وما فعلته ميليشياته التي أشعلت فتيلة فتنة رح ضحيتها آلاف الأبرياء من العراقيين بالمقابل انتقد العديد من المراقبين والفعاليات الوطنية العراقية محاولات فرض عطلة رسمية دينية خاصة بالمكون الشيعي على باقي المكونات ووصفها البعض بأنها محاولة لخلق فتنة طائفية في البلاد وبأن فرضها تم عبر قوانين يسنها البرلمان هيئة علماء المسلمين في العراق كانت قد أكدت أن دعوة مقتدى الصدر دعوة سياسية ذات بعد طائفي تأتي في سياق الفشل المتكرر سياسيا بعد عدم استطاعته تشكيل الحكومة وتركه المجال لخصومه السياسيين فضلا عن إعلانه التيارة الوطني الشيعي الذي أظهر عدم إدراكه للواقع السياسي والاجتماعي وتناقضه مع دعواته الإصلاحية قانون العطلات الرسمية الجديدة الذي مرره البرلمان يكشف عمق الأزمة التي يعيشها العراق بمحاولات فرض رؤية أحادية طائفية في بلد يضم أديانا وطوائف متعددة ويعاني فشلا مركبا على العديد من الأصعدة وبدلا من حل هذه الأزمات تأتي محاولات القوى الطائفية المسكونة بعقد التاريخ المزيف لتستغل اللحظة الراهنة وتكشف بشاعة ما تحمله من أجندات مريضة تهدف إلى تحويل العراق لنظام ثيقراطي واستعداء الأمة الإسلامية بتاريخها وعقيدتها في حلقة جديدة تبرهن مدى بؤس العملية السياسية والمستوى الذي وصلت إليه من الانحدار